اكد صاحب السمو الملكية الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ان غدا البحرين ومستقبلها المشرق يصنعه اليوم كافة اعضاء فريق البحرين يدفعهم حب التحدي وعشق الانجاز لتحقيق المزيد من المنجزات الحضارية التي تصب في تحقيق اهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ونوه سموه بما وصلت اليه المرأة البحرينية ضمن فريق البحرين من مكانة متقدمة متاج الرعاية والاهتمام الكامل من صاحبة السمو الملكي الامير سبيكا بنت ابراهيم الخليفة قرنة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الاعلى للمرأة حفظه الله وقال سموه إنما توالي المرأة البحرينية بذله محل فخر واعتزاز بما وصلت اليه من تقدم على مختلف الاصعدة حيث عززت مكانتها بالعمل المتواصل والعطاء حتى تميزت بأدوارها القيادية والداعمة في شتى المجالات ونشيد بجهودها في مسيرة العمل الوطني ونتطلع إلى استمرار مشاركة المرأة والرجل جنبا إلى جنب في كافة مسارات التطوير بالإبداع والابتكار بما يسهم في رفعة الوطن ويحقق تطلعات أبنائه جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله اليوم صاحبة السمو الملكي الامير سبيكا بنت ابراهيم الخليفة قرنة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الاعلى للمرأة بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة من كبار المسؤولين وذلك لدى تفضل سموه بزيارة المجلس الاعلى للمرأة بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لتأسيس المجلس حيث أكد أن هذه الذكرى تمر شاهدة على مسيرة حافلة بالإنجازات للمرأة البحرينية عززتها السراتيجيات وبرامج ومبادرات المجلس برئاسة صاحبة السمو الملكي قرنة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الاعلى للمرأة حفظه الله وأشار سموه إلى أن المجلس الاعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي قرنة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة قد حقق إنجازات متعددة وبارزة على مسار تنفيذ التطلعات الطموحة لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم أيده الله مؤكدا حرص الحكومة على تنفيذ تطلعات جلالته بمواصلة جهودها وبرامجها الداعمة لتقدم المرأة مقدمة كل الدعم لمبادرات المجلس لتكون المرأة البحرينية دائما وأبدا شريكا أساسيا في بناء نهضة الوطن وبهذه المناسبة أعربت صاحبة السمو الملكية الأميرة سبيكة بن تبراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله عن بالغ تقديرها واعتزازها بالجهود الكبيرة والمتواصلة التي يبذلها صاحب السمو الملكية الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لتطوير وتحديث مختلف خطط التنمية وبرامج العمل الحكومية بما يسهم إسهاما مباشرا في رفع مستويات الإنجاز وتحقيق المزيد من قصص التميز والنجاح دعما ومساندة للرؤية الملكية الرحبة ولتشهد المسيرة التنموية الشاملة المزيدة من الرفعة والازدهار في ظل قيادة وتوجهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه كما ثمنت صاحبة السمو الملكي بشكل خاص ما يليه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من اهتمام ومتابعة لموضوعات تقدم المرأة البحرينية ورفع مستويات مشاركتها في الحياة العامة والاقتصاد الوطني وثقة سموه حفظه الله بقدرتها على تولي مختلف المهام والمسؤوليات التي تتولها بكل جدارة بما في ذلك الدور الوطني الكبير الذي تقوم به من خلال مشاركتها المؤثرة في ميادين البناء الوطني واشهدت سموها بالتعاون والتنسيق الوثيق والمثمر بين المجلس الاعلى للمرأة والحكومة النابع من توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله الذي وصل اليوم الى مرحلة متقدمة من العمل بآليات تعاون مؤسسية ومنظمة من اجل الوصول الى هدف استدامة تقدم المرأة البحرينية مرحبة اجمل ترحيب بهذه الزيارة الميمونة لسموه حفظه الله بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لتأسيس هذا الصرح الوطني الحافل بالعطاء والتي تأتي لتؤكد على الدعم الكبير الذي يحظى به المجلس من قبل الحكومة واكدت قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الاعلى للمرأة ان انجاز ان المجلس وفي اطار اختصاصاته التي نص عليها الامر السامي الخاص بانشاءه حريص كل الحرص على مواكبة توجهات برنامج الحكومي ومواءمة عمله بما يتسق مع تلك التوجهات تحقيقا للمصلحة الوطنية العليا في مواصلة مسيرة انجازات المرأة البحرينية وتعزيز مكانة مملكة البحرين على مؤشرات التقارير الدولية ذات الصلة وتفعيل طاقات ابناء الوطن من الجنسين ودمجها في مسارات التنمية ترجمة نانسي قنقر